كأذرع الأخطبوط يتحرك الوكلاء المحسوبون على إيران في المنطقة بحثا عن موطئ قدم هنا وهناك لكن تلك الأذرع وإن يجري بترها في اليمن فإنها طالت في العراق وسوريا ولبنان وتحاول غرس مخالبها في المغرب العربي الملحق الثقافي في سفارة إيران بالجزائر أمير الموسوية تعدى نشاطه بحسب نشطين جزائريين مسماه الوظيفي إلى نشاطات مشبوهة أقل ما يقال عنها أنها تزعزع أمن البلاد ونسيجها الاجتماعي فأطلق الناشطون حملة لطرده توجت بمغادرته الأراضي الجزائرية مصادر دبلوماسية جزائرية أعلنت عن مغادرات الموسوي لمنصبه بعد تلقيه إشارات طرد من السلطات عقب كشف الأمن الجزائري نشاطا مشبوها للرجل الذي يشغل أيضا منصب ضابط مخابرات إيراني حيث رصيد تنقله المتكرر في البلاد من دون بروتوكولات عمل أو حتى إبلاغ للسلطات كمشاركته في تجمعات دينية وثقافية وزيارته المتكررة لبعض المدارس الدينية بشكل مريب ما دفع بعض المحامين في الجزائر إلى اتهامه بنشر التشيع وإرسال أشخاص إلى إيران للغاية ذاتها نشاط الموسوي جاء مكملا لنشاط إيراني مماثل في المغرب أدى لقطيعة دبلوماسية طويلة قالت الحكومة المغربية إن أسبابها لا تزال قائمة ومن جملة هذه الأسباب ما ذكره المتحدث باسم الحكومة مصطفى الخلفي بأن قرار القطع تمليه مقتضيات الدفاع عن وحدة البلاد بالإضافة لمعطيات منموسة على دعم إيران لمنظمة البوليساريو المتمريدة ومطلع آيار الماضي قطع المغرب علاقاته مع إيران بعد تقديمه أدلة على دعم وتدريب عسكري تقدمه ميليشيا حزب الله اللبناني لمنظمة البوليساريو يتضمن تسليح وتدريب عناصر من المنظمة بالإضافة لمحاولة إيران نشر التشيع في البلاد ويعد قرار المغرب الثاني من نوعه بعد قرار مماثل عام 2009 للأسباب ذاتها ثم أعادت العلاقات عام 2016 وما بين المغرب والعراق واليمن ولبنان يرسم النظام الإيراني ملامح خطته وحدود عمله بالدم والنار مدفوعا من أحلام توسعية تدعب مخيلة المرشد الأعلى ترجمة نانسي قنقر